أهلاً وسهلاً بحضراتكم ندخل في أخبارنا سريعاً بدايةً الخبر الأهم النهاردة وليتبعته جماهير النادي الأهلي رحيل ريكاردو سوارش مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة كابتن خطيب وجه الشكر لطاقم البرتغالي بقيادة ريكاردو سوارش المديل الفني الفري الأول لكرة القدم والجهاز المعاون لتولى في الفترة الأخيرة مسؤولية الفري والحقيقة يمكن في رسالة الشكر وجه وأكد مجلس الإدارة على تأديره الكبير الحقيقة للجهد المبزول من قبل الجهاز الفني ومحاولاتهم الحقيقة لمتوقفتش رغم الظروف الصعبة لوجهة الفريق لكنهم بزلوا أقصى مفعصوهم عشان يتمكن فريق النادي الأهلي من تقديم أداء جيد وتحقيق نتائج جيدة وده الشيء الحقيقة اللي بيوصلوا مسؤولين في النادي الأهلي بكل التأدير والاحترام في ظل طبعا العلاقة الطيبة جدا اللي بتجمع النادي الأهلي بالجهاز الفني ورحل سوارش وانتهت المرحلة الصعبة في رأيي وفي تقديري أنه رجل حقيقة تجربة لم تكتمل ما بين بداية رائعة ونهاية ولا أروع لكن حقيقة يمكن في النص كان فيه كتير من المطبط الصعبة اللي كان يمكن أي اسم مهما كان اسمه مهما كانت إمكانياته مهما كانت مكانته لو تعرضت نفس الظروف كان ممكن جدا جدا تبقى النتيجة هي نفس النتيجة خلاص انتهى الموسم الطويل والصعب وأعتقد أنه قرار إدارة النادي الأهلي بإعطاء أجازة أو فترة راحة سلبية العدد كبير جدا من أسماء اللعيبة السليمة أنا بكلم عن اللعيبة اللي ما كانتش بتعاني من أي إصابات إدى فرصة للعيبة دينها ترتاح مع فرصة تانية للجهاز الطبي أنه يتابع حالات اللعيبة المصابة في الفترة الأخيرة وبشكل عام أطمنكم زي ما الجهاز الطبي قال أنه بشكل كبير جدا نطمئن على جهزات عدد كبير جدا من اللعيبة اللي كانت بعيدة بسبب الإصابة في الفترة الأخيرة ومنهم بقى طاهر محمد طاهر منهم أحمد كوكا منهم ياسر إبراهيم منهم محمد شريف منهم السلية كلهم هيكونوا جهزين بشكل طبيعي جدا عشان يشتركوا مع الفريق في فترة الأعداد السناء اللي يمكن محتاجين من شوية وقت هيكون حسين الشحات ومحمد مجدي أفشا وهيتم تحديد إمكانيات مشاركتهم في وقت لاحق كل التوفيق طبعا لسكواد الأهلي السكواد الأهلي الموجود حاليا قبل ما نعلن عن أسماء الصفقات الجديدة وقبل ما نعلن عن اسم الموديل الفني الجديد قادر جدا 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 إن شاء الله بإذن الله أنه يستعيد مستواء وأنه إن شاء الله بإذن الله يطمن جماهير نادي الأهلي الموسم اللي جاي نروح